بعد شهور طويلة ما زال الانسداد السياسي مستمرا في البلاد دعوة الإطار التنسيقي للقوى الكردية بالاتفاق على مسألة الرئاسة الجمهورية هي آخر المستجدات والذي أبدى الحزب الديمقراطي استعداده للحوار بهدف تشكيل الحكومة على أساس مبدأ الشراكة والتوازن والتوافق الذي أعلن عنها سابقا مع التأكيد على أهمية البرنامج الحكومي تحويل الكرة دائما على ملعب المكون الكردي والانتظام مرشح رئاسة الجمهورية لا يغير في الشيء لأن لحد الآن الإطار التنسيقي لم يصلوا إلى من هو رئيس الوزراء ولم يصلوا إلى الثلاثين ولهذا يحولون دائما فشلهم على المكون الكردي مع ذلك المكون الكردي وراء العيد الموضحة لديهم اجتماع حام جدا لترشيح مرشح رئاسة الجمهورية الاتحاد الوطني الكردستاني أظهر موقفا إيجابيا من هذه الدعوة لكنه جد تتمسكه بشخصية برهم صالح لرئاسة الجمهورية في وقت لم يخفي استعداده للحوار مع الحزب الديمقراطي طبعا نحن جزء من اتلاف مع الأخوة في الإطار وحلفائهم منذ أول جلسة البرلمان أو خليقل بعد أول جلسة البرلمان تعينا جميع الأحزابي أنه أبوابنا مفتوحة لكي نشكل حكومة توافقية أن يشمل جميع المكونات الشعب العراقي منصب رئاسة الجمهورية الذي يعد من المسائل المهمة بين الحزبين الكرديين والذي ظل حكرا على الاتحاد الوطني منذ 2005 مقابل تنازله عن الرئاسة الإقليمي للديمقراطي الكردستاني كاتفاق استراتيجي بينهم يبدو أنه وصل إلى نهايته ومن المقرر أن يعقد الحزبان الكرديين اجتماعا بعد عطلة عيد الأضحى والذي من الممكن بحسب مراقبين أن يخرج بحل للمسائل العالقة بينهما علي زيتو قناة تجلاء أربيل اشتركوا في القناة